وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وعذنا يا ربنا من الزلال إخواني وأخواتي في كل مكان أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على سيلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج بالأمس بقي عندي الأخت أم محمد من أجمان سألت سؤالين في سؤال الأول تقول بأنها انتهت من مدة النفاس وما زال الدم ينزل عليها فما العمل أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك بالنسبة لدم النفاس اختلف العلماء في مدته فمن أهل العلم من يجعله إلى أربعين ومن أهل العلم من يجعله إلى خمسين ومنهم إلى ستين ومنهم من يذكر بأن الدم ما دام أنه ينزل فهو دم نفاس أخت الفاضل بارك الله فيك ما دام أنك أكملت الأربعين واستمر هذا الدم بلونه ورائحته وطبيعته لتعرفينه فأنت ما زلت نفسا في القول الراجح من أقوال أهل العلم أما إذا زاد زيادة فاحشة بحيث أنه بقي يعني بقي يعني ينزل عليك فإن هذا يعتبر استحاضة ما زاد يعتبر استحاضة فأخت الفاضلة بارك الله فيك ممكن تجلسين إلى خمسين يوم ممكن إلى ستين على قول كثير من أهل العلم بارك الله فيك لكن إن زاد عليك الزيادة فاحشة لا ترجعين فتجلسين الأربعين وما زاد تعتبرينه من الاستحاضة مع أخذ الأيام الحيضة لأنت اعتدت أن تجلسينها ستة أو سبعة لحسب ما عندك أم محمد تقول عمها صار له جلطة وما عرف يصلي تقول بسبب الأجهزة تقول نمسحنا بالماء نسينا نمسح رأسه وشيء من هذا القبيل أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وشفى الله عمك أسأل الله تعالى أن يمنع عليه بالشفى والعافية عموما بالنسبة للإنسان ما دام عقله موجودا وروحه تردد يجب عليه أن يصلي على الحال التي يستطيع على الحال التي يستطيع فإن استطاع الوضوء أو ساعدتمه أنتم بالوضوء بحيث أنه يتوضى فهذا هو الواجب هذا هو الواجب وأما إذا لم تستطيعوا فينتقل إلى التيم ينتقل إلى التيم إن لم يستطع الوضوء بالماء ولا تيمم بالتراب فيصبح فاقد للطهورين والراجح من قول أهل العلم أن الصلاة لا تسقط عليه وإنما يصلي على الحال التي يستطيع لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم وقال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهما استطعتم بالنسبة لصورة المسألة التي ذكرتيها عملك ما توضى لأنكم نسيتم فرضا من فروض الوضوء ألا وهو مسح الرأس فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين فالوضوء لم يصح فبارك الله فيكم أعيدوا له الوضوء ثم أقولوا له يصلي هذه الصلاة التي فاتته على الحال التي يستطيع بارك الله فيك نعم تفضلي يا محمد محمد بن أبوظبي تفضلي السلام عليكم عليكم السلام بسألك دكتورة بخصوص العاملة المنزلية هل نعطيها غرفة نفتاح غرفة يعني شون يعني تكر على عمرها ولا ما يجوز يعني أنا ما أعطيتنها فكذا حد قال لي ليش ما أعطيتنها شلي عنها المفتاح طيب هذا السؤال أوثال ثاني أنا عندي طالعة لي في شفنا في الكثف حبوب فأنا بسير عن دكتور يعني رجال يعني مش حرمة رجل يعني مش حرمة هل يجوز لأن صراحة دكاترة الحريم كذا مرة سرت ويصرفوا لي أشياء أحس فاقم للمشكلة ويوم أسير عند هاد دكتور الشاطر يقول لي هاي الأشياء كلها ما تنفعل هاي قهب الزبالة ولازم أصاب لشيء ثاني يوم أستعمل دوا صدق لنا يسوي يعني أوكي إن شاء الله بس لازم بنا يعاين المنطقة فركتف فركتف إن شاء الله أب شري محمد شكرا لنا مرحبا تفضلي عبد السلام عبد السلام من ليبيا السلام عليكم السلام رحمة الله بركاته في خمس سالة كنت لك الدولارات اللي مدخرة لعلاج ابني زبطت فيهن عرفت فيهن إن فيهن واحدة لها ثلاثة سنين واحدة لها سنتين تفضلي عبد السلام قلت لك شيخ الدولارات اللي حتيت لك اليوم ممس طيب طيب وحدة بدخلها لها ثلاثة سنين بق عليها ثلاثة سنين وحدة سنتين وحدة سنة نسلك الحكم الزكاة فيهن ثلاثة سنين وثنتين وثنة إن شاء الله عبد السلام أبشر طيب تفضلي أبو سعيد السلام عليكم دكتور عليكم السلام ورحمة الله طبع الدار حاليا يعني 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 بعد أن المرض والوصائب والمشاكل اللي حاصلة ويقلعين دولتنا يا جميع الدول آمين حالي برد أجمع عن إحفادي وأهلي وصالي فيهم جماعة بلما يصالي لحالة أي صلاة مثلا الجهرية ممكن أنا أقرأ صور من الموبايل يعني يعني بيس كل مرة أقع عليهم مع وقتين وكذا مثلا الصور ذالي بس ممكن أفتح الموبايل أقرأ بنا إن شاء الله أبشر أبو سعيد وإليك مرحبا أم ماجد بسلام عليكم عليكم السلام أختي الله إن شاء الله بخير يا شيخ طول عمرك الله يحفظ عندي سؤال إحنا تعودنا من نبدأ شهر رمضان الكريم نبدأ قراءة القرآن الكريم والختمة ختمة القرآن فإحنا تعودنا من بداية شهر رمضان لـ 27 ختم هل نقدر نبدأ القرآن الكريم من قبل الشهر إن شاء الله يا ماجد يعني أقدر أبي القرآن مثلا تختيم القرآن من شهر شعبان ولا لازم ألتزم برمضان إن شاء الله يا ماجد لأن تستبلي ختمة أبشر يا ماجد الله يحفظ مرحب ومسهل طيب عندي سؤال من أحد الإخوة الصم يقول بأنها زوجته يقول وأمها يصرون على أننا ننزل في الصيفية هذه يقول أنا مقيم من خارج الدولة يقول الزوجة وأمها مصرين على أننا ننزل في هذه الصيفية وأنا أقول لا أرفض يقول بسبب الأوضاع الحالية والشيء من هذا القبيل يقول يعني يريد حل هذه المشكلة أولا أخي الفاضل من هنا إلى الإجازة الصيفية يكتب الله عز وجل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذه الغمة عن الأمة وعن البشرية جمعا فما في داعي من الآن يبدأ الإنسان بمثل هذه الأشياء وهذه الحسابات ويدخل في معالك ومشكلة مع الزوجة أو مع أهل الزوج وشيء من هذا القبيل ولذلك من هنا إلى الصيفية الله عز وجل يكتب ويقدر ما يشاء سبحانه وتعالى وإن شاء الله الفرج قريب الأمر الثاني لا يجوز للمرأة ويحرم عليها أن تناكف زوجها في مثل هذه القضايا أو أن تدخل معه في معركة وفي صراع على قضية والله ذكر في السؤال بأنه والله أهلها عايزين يشوفون الأولاد يا أخي الفاضل بارك الله فيك ويا أخت الفاضل اتق الله في مثل هذا الآن يستطيع أهلك يشوفون الأولاد عن طريق صوت وصورة صوري لهم أولادك وهم يتكلمون يسلمون عليهم هذا حل من الحلول هذا حل من الحلول الأمر الآخر العالم كله الكرة الأرضية كلها الآن مستنفرة أغلقوا الحدود وأوقفوا الطيران وأوقفوا الاجتماعات وأغلقوا المساجد حفاظا على صحة الناس كيف يدخل الإنسان في مثل هذه الأشياء التافية التي لا قيمة لها أمام هذا الوضع الموجود والمرأة عندها استعداد تخسر زوجها تخسر بيتها علشان والله تبغى تروح السنة هذه ما الكلام هذا هذا كلام ما يليق بإنسانة تؤمن بالله واليوم الآخر ولا يجوز لأمك أنها تحرضك على زوجك والله لازم تنزلون طيب إذا أغلقت الحدود وأغلقت الأجواء وما في وسائل تواصل الآن وما تعملين يعني لازم الآن زوجك يعني يصنع جنحان ويطير فيك هم عقول الكلام هذا حقيقة تأتينا أسئلة أغرب من الخيال على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله يقدروا الأوضاع زوجك الآن ما عنده مشكلة يوديك لكن الأوضاع خطيرة الأوضاع خطيرة الناس كلها مستنفرة الحكومات والعلماء والأطباء والبشرية جمعا يوميا تظهر حزم من الاحتياطات والتحذيرات والإجراءات كلها لمصلحة البشرية فتجيين أنت في هذا الوقت في هذا اللحظة في هذا الظرف يعني تحاولين أنت استفزين زوجك تريدين الطلاق يعني تريدين يطلقك زوجك اتق الله لا تخلي للشيطان إليك سبيل ويحاول أن يجرك إلى مثل هذا المستنقع من الطلاق وتفكيك الأسرة بالحكس الآن لو زوجك أنا ما أدري أقول لو زوجك قال نبغى نروح الصيفية تقول لي لا نخاف على أنفسنا وعلى عيالنا والحمد لله والدك الآن الناس كلها تتواصل الحمد لله في التلفونات وفي الفيديوهات يكلمون أهاليهم فيديو صوت وصورة فاتق الله أنا أقول لي هذه المرأة تتق الله وإذا والدتها هناك مش بقدر الوضع تقول لي يا والد يا والد تسمحي لنا هذه المرأة أكيد كل سنة تنزلهم في الصيفية أكيد تركوا صلاة الجمعة لأهم من زيارة الأرحام بمثل هذه الطريق تركوها الآن كل الناس في بيوتهم خوفا على أنفسهم بخولة خوفا من انتشار مثل هذه الأوبية أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع وأسأل الله عز وجل أن يرزق عن الرشد والعقل لأن العقل نعمة لذلك ما في داعي لمثل هذه الأشياء أم حمد تقول بالنسبة للعاملة المنزلية تقول ممكن أعطيها مفتاح الغرفة الخاصة بها أم لا تقول أنكروا علي الناس أني أعطيتها مفتاح الغرفة أم حمد بارك الله فيك الأصل في الإنسان أن يثق بالعامل في البيت وأن يشعر بثقته به وأن لا يتعامل معه على التخوين لأن المعاملة على التخوين لها آثار مدمرة و لها مآلات سيئة لأن هذه عاملة إذا عاملتوها على التخوين و على الشك و على الريبة كيف تعيش معكم هذه و كيف تنصح في الشغل و كيف تخلص في العمل سممكن تغشكم في مثل هذه الحالة لكن لما تتعاملوا معها بثقة و تتعاملوا معها بأمانة أعتقد بل أجزم بأنها ستتعامل معكم بكل أمانة و بكل إخلاص فلذلك تلفاظ لا تسمعين إلى كلام الآخرين إذا كان الآخرون عندهم إذا كان اللي قالوا لك هذول عفوا إذا هؤلاء اللي قالوا لك إذا عندهم مشاكلهم أصلا و يتعاملون بمثل هذا النوع من التعامل أنت تختلفين عنهم ليش تشبكين معهم و ليش تخلين نفسك مثلا و الله مثلهم لا أنت الحمد لله إنسان الحمد لله لا ما عندك مشكلة و عندك عاملة في المنزل يعني تتعاملين معها بإنسانية و بآدمية و باحترام و بالعكس لما تعطينها مفتاح غرفتها هي إمرأة ما ترضى أحد يدخل عليها من الأولاد أو حتى من أهل البيت ربما يعني تكون في وضع و في حالة ما تسمح و لا يجوز أصلا الدخول عليه فما في شيء بارك الله فيك أهم شيء تعاملوا معها لأنها آدمية إنسانة تتعاملوا معها برحمة تعطونا حقها و حظها من الراحة هذا بإذن الله كفيل على أن تخلص في العمل أم حمد تقول عندي يعني ظهرت حبوب في كتفي و ذهبت إلى طبيبات نساء تقول ما ما استفت منهم ممكن أذهب إلى الطبيب يا أم حمد بارك الله فيك بالنسبة لي الحبوب ظهرت في منطقة لا شك بأنها حساسة للمرأة لأنها من بدنها و الواجب على المرأة في مثل هذه الحالة أن لا تكشف على طبيب ذكر و إنما تذهب لطبيبه و إنما تذهب لطبيبه و دعوة والله إن الطبيبات اللي زورتيهم كلهم ما يفهمون حقيقة يعني هذه دعوة مردودة دعوة مردودة و أكبر دليل على أن هذا الطبيب الذي أخذ هذا الأدوية و قال إرمينها هذا لم يتعامل حقيقة تعامل بأخلاقيات المهنة و أخلاقيات العمل لأنه ما كان يجوز له أن يقول مثل هذا الكلام لإنسان طبيبه خدمت درسات و خدمت فترة من الزمن و هكذا يقول هذا العلاج غير صالح مسألة الحبوب مسائل أمراض سطحية جلدية العلاج فيها أعتقد بأن لا يحتاج إلى مثل هذا الفهم و إلى مثل هذا الذكاء و فيه نساء يا أم حمد من أمهاتنا البركة و جداتنا يعرفون يعالجون مسألة الحبوب التي تظهر في البدن فما في داعي مثل هذا التكبير المسألة و كذا و كذا أنا ما أنصحك و لا تذهبين إلى الطبيب إلا في حال و الله هذه الحبوب أصبع تشكل خطر عليك و ممكن و عياذ بالله أنها تصير لها مضاعفات خطيرة و تنتقل إلى أمراض يعني غاية في الخطورة و ممكن في هذه الحالة لأن الضرورات تحبيح المحظورات هم و الله ظهور حب و كذا لا هذا ينظر فيه النساء ما ينظر فيه الرجال بارك الله فيك عبد السلام الليبي عبد السلام طبعا بالأمس سأل يقول بأن عنده دولارات يقول بطاقات دولارات يقول يعني أنا أجبتها بالأمس قال طيب أنا عندي بطاقات دولار منها قبل ثلاث سنوات و منها قبل سنتين و منها قبل سنة كيف أزكي يا عبد السلام بارك الله فيك و رضي الله عنك زكاتك لها تكون بأثر رجعي فإذا كان قبل ثلاث سنوات الدولارات هذه فعلا بلغت النصاب و حال عليها الحول مدة الثلاث سنوات هذه لازم تزكيها بارك الله فيك لازم تزكيها فالآن أفترض تقول الله مر عليها ثلاث سنوات هذا المبلغ ثلاث سنوات و ما زكيته إذن ترجع بأثر رجعي اللي سنتين أيضا ترجع بأثر رجعي سنتين كيف يعني أنت انقطع اتصالك هل الآن اللي قبل ثلاث سنوات انتهت و ما زكيتها تزكيها ثم جاءك مبلغ ثاني بلغ النصاب و حال علي الحول مدة سنتين و ما زكيته نعم بأثر رجعي و اللي سنة اللي حالية تزكيه بارك الله فيك لابد أن ترجع بأثر رجعي إلى السنوات اللي ما زكيتها يا عبد السلام أبو سعيد من أبو ظبي يقول أنا في هذه الفترة فترة أزمة كورونا و شيء يقول أصلي الحمد لله في البيت جماعة مع أعفادي و عيالي و أهلي يقول هل يمكن أني أقرأ من الموبايل القرآن لأني أحيانا أحب أني أنوع القراءة أبو سعيد بارك الله فيك تقبل الله منك لا تفعل إن في الصلاة لشغلاء إن في الصلاة لشغلاء الصلاة صلة بين العبد و ربه تحتاج من الإنسان أن يخشى تحتاج من الإنسان أن يتدبر يتفكر فإخراجك المحمول و فتحك ربما يغلق ربما كذا كل هذه في الحقيقة مؤثرة على الصلاة و لذلك أخي الفاضل لا تفعل أهم شيء أنك تقرأ الفاتح و ما زاد عن الفاتحة سنة فالنبي عليه الصلاة و السلام قال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له و الله جل و عقل فأقرأ ما تيسر منه و النبي عليه الصلاة و السلام قال للأعرابي قال إذا أتيت الصلاة ثم قال له فأقرأ ما تيسر معك من القرآن و أقرأ ما تيسر معك من القرآن فما في داعي يا أخي الفاضل أنك أثناء الصلاة شين المحمول خاصة الفريضة و الصلاة فيها شغل و هي فيها صلة بين العبد و بين ربه فابتعد عن هذا بارك الله فيك و اقرأ لي تحفظ حتى لو كررت حتى لو كررت السورة مثلا في الركعتين ما عليك حرج ولله الحمد ولمن تفضلوا تفضل يا أحمد السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام و رحمة الله يا شيخ نبي نسر ما حكم الدعاء للآخرين الدعاء للآخرين مثلا نسر الشيخ يقول الله ادعي لي بالخير إن شاء الله أبشر يا أحمد شيخ نطلب منك طلب منك تديني بالخير إن شاء الله إن شاء الله ندعي لك يا أحمد فضل أبو صالح السلام عليكم و رحمة الله و بركاته السلام و بركاته الله يجريك خير و بركاته مرحبا أبو صالح أسألي لولا الله يحفظك يجعني مسج اليوم في التوطل هذا كيف و يقول يجعني مسج مسج علي منها طبعا من أحد المشتركين ذي معي و يقول اللهم صلي على محمود على عالم حمود قصطواه تشفي بها مريضنا هل هو دعاء إن شاء الله نعم أسأل الثاني الله يحفظك هل يجوز عندنا أنتهي من صلاة الفقر و أنا قاعد على السجادة أسبح أن أدعي بدعاء القنوط يعني بعد الصلاة لا نعم بعد الصلاة إن شاء الله أبو صالح الله يعطيك خير و حافية مرحبا أبو محمد فضل السلام عليكم رحمة الله الشيخ عبدالعزيز العنزي حياك الله عليكم السلام و رحمة الله و بركاته حالك الشيخ من بني عنيزة طب حالك يا مرحب و مسهلة الله يبارك فيك نحبك في الله حبك الله يا أخي تفضل أبو محمد الشيخ عندي أنا سؤالين السؤال لو وليتني ابن فضل الله و الحمد و سويت العقيقة بس أن يعني ما شلت شعرها شعر راس هل يجوز هذا أول سؤال شعر راس يعني يوم عدنا العقيقة سويت العقيقة طيب واضح السؤال السؤال الثاني السؤال الثاني طويل الأمر هل يجوز الاستغفار يعني أنا استغفر الله و أنا يعني موب على وضوء مثلا إن شاء الله السؤال الثالث يا طويل الأمر ما عليك أمر يا شيخ عبدالعزيز صدعا بغيت رقم مفسر أحلام إن شاء الله أنا أنا شفت أمر بن الخطاب رضا الله عنه أيوة و أنا موب أفوا صدع صدع شفت أمر بن الخطاب من سنتين بروية أيوة و أنا موب هالمقام أيوة يعني أنا موب هالمقام موبش أني يعني بالتزم أو لا نعم لكن شفت رؤية أنا فأتمنى منك الوجه الله تعطيني رقم مفسر أحلام عشان مثل ما تقول يا شيخي أبو عبدالعزيز يفسر لي طيب شفت رؤية ثانية طويل عمر من أيام أيوة و يعني أتمنى ثاني يوم اتطبقت سبحان الله يعني ما اتطبقت يعني تقريبا عن الأوضاع اللي احنا فيها المرض نسأل الله العافية ثنين منهم ما رأى اللي ما رأت ما أقول أبو محمد أنا أول شيء لا أعبر الإحلام والشيء الثاني أعتذر منك ما أعرف والله لكن الحمد لله فيه تستطيع أنك تتواصل مع بعض القنوات وبعض الجهات أو تدخل مثلا يعني وسائل التواصل ممكن إن شاء الله تقع على يعني مفسر طيب بإذن الله أعتذر منك يا أبو محمد يا أبو عبد العزيز عمي يا طويل عمر يسلم على سؤالك وما قصرت هذا مبزود عليك وعلى أهل السعودية شكرا حبيبي جزاك الله خير لكن أنا سؤالي أنا مش قصدي هذا السؤال أنت تدخل اليوم على أي مفسر أحلامي فأسسلك أي رؤية خاطعة لا أنا الحمد لله أيوة أدخل على التصال أنا بالنسبة بالنسبة لأعتذر منك لأني ما أعرف أنا ما أعبر أحلام ولكن ما أعرف عموما أعتقد في الدولة إن شاء الله بعض المفسرين بعض القنوات جيدة يعني الحمد لله ممكن أنك تلجأ إلي الله يرضى إليك أبو محمد شكرا لك شكرا فضلي أحمد سلام عليك الشيخ حياك الله يا حقيبك مرحبا أمرك الآن الصلاة في المنزل نفس الأجر الذي في المسيد الصلاة في المنزل نصلي في البيوت لا يوجد مساعد يعني الأجر نفس المنزل المسيد أو كيف إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا أبو محمد ألخ أحمد خلاص طيب اليوم حلقتنا شوي مختصر وسامحوني ولذلك استعجلنا شوي لأن هناك ربط مباشر بعد قليل عموما أم ماجد من الشارق يبارك الله فيها تقول نتعودنا في شهر رمضان أننا نختم القرآن هل يمكن أننا نقدم الختمة قبل شهر رمضان أم ماجد الله يرضى عليك يبارك فيك أولا ما ينبغي لنا أن نحصر ختمة القرآن في رمضان ما ينبغي لنا أن نحصر ختمة القرآن في رمضان والله ما نختم إلا في رمضان و نجعل هذه علامة لا القرآن ينبغي أن يتعاهد الإنسان يتعاهد في كل لحظة و في كل وقت فما في داعي أخت الفاطب والله إذا قدمت شوي و إذا أقرت شوي لا أنت اقرأي اجعل ختمة كل شهر و رمضان زيدي الختمات يعني رمضان شهر الخير و شهر مضاعفة الحسنات أكثر من أي شهر غيره هذا المقصود فأنت سواء ختمت قبل رمضان أو في رمضان المسألة الحمد لله المهم أن الإنسان يتعاهد القرآن و لا يهجر القرآن فقضية والله إني أجعل بعض الناس الآن ما يعرف القرآن إلا في رمضان هذا غلط هذا غلط لا القرآن في كل وقت يوميا الإنسان ينبغي أن يكون له ورد من قراءة القرآن و لا يمر عليه شهر إلا و قد ختم أو أربعين يوم مثلا مثل ما ينص بعض العلماء و في رمضان يزداد يزداد بحيث أن يكثف مسألة قراءة القرآن أحمد من ليبي يقول هل يعني ما حكم الدعاء للآخرين أحمد بارك الله بك أسأل الله تعالى أن يحفظك و أن يحفظ جميع المسلمين أسأل الله تعالى أن يسر أمورك أسأل الله جل وعلا أن يفرج كربتك أسأل الله تعالى أن يحفظك و جميع المسلمين يا رب العالمين بالنسبة لطلب الدعاء من الآخرين نعم يجوز للإنسان أن يقول للرجل الصالح أدعو لي ما في بأس في هذا يقول أدعو لي فجاء عن الصحابة أنهم كانوا يدعوا بعضهم لبعض أو يقول للرجل للآخر أدعو لي ما في بأس بارك الله فيك وهذا من التوسل المشروع التوسل المشروع أن تقول للحي القادر الموجود يا فلان ادعو لي ادعو لي فيدعو لك أبو صالح من أبو ظبي يقول جتني رسالة من شخص يقول كاتف فيها اللهم صلي على محمد صلاة تشفي بها مريضنا إلى آخر يا أبا صالح بارك الله فيك أولا ينبغي الابتعاد عن بعض الألفاظ المشكلة والموهمة والتي ربما توقع الإنسان في أشياء مخالفة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام عموما نحن عندنا من أنواع التوسل التوسل بأسماء الله عز وجل يا رحيم يا رحمن الأمر الثاني التوسل بالعمل الصالح مثلا مثل ما جاء في قصة أصحاب الغار قصة أصحاب الغار التوسل بأعمالهم الصالحة الثلاثة قصة معروفة مشهورة الأمر الآخر التوسل بدعاء الحي مثل ما ذكرنا قبل قليل للأخ أحمد من ليبيا يقول للشخص الآخر ادعو لي ادعو لي اللهم صلي على محمد هذا عبادة ودعاء طيب هل إذا قلنا اللهم صلي على محمد صلاة تشفي بها مريضنا هذا من التوسل المشروع أم من التوسل الممنوع الذي يظهر بأن هذا لا بأس به لما يقول إنسان اللهم بحبي لك بحبي لنبيك اللهم اشفي مرضانا وعافي مبتلانا مثلا اللهم صلي على محمد صلاة نسألك أن تشفي بها مرضانا وتعافي مبتلانا اللي يظهر لي والله أعلم بهذه الصيغة لا بأس بها لكن الأفضل أن الإنسان مثل هذه القضاء يقول يا رحمن يا رحيم يا غفور يا قوي يا قدير و يسأل الله عز وجل بعد ذلك أبو صالح يقول أن لما أصلي صلاة الفجر و أجلس بعد الصلاة على السجادة بعد التسبيحات و التهليلات يقول هل أدعو بدعاء القنوط؟ لا يا أخ الفاضل هذا الدعاء ليس محله بعد الصلاة أو بعد الانتهاء من الأذكار لكن هذا ما يمنع أنك تدعو الله عز وجل و أفضل شيء أبو صالح لما تنتهي من الصلاة و من أذكار الصلاة كلها تسبيحات و كذا تأتي بأذكار الصباح تجلس في هذا المقام و تأتي بأذكار الصباح بارك الله فيك بالنسبة لدعاء قنوط النوازل مرتبط بولاة الأمور إذا نزلت نازلة بالمسلمين يعني أرضية و ليست يعني من الله عز وجل لأن من الله ما يقنت لها لم مثل الأوبئة و الطاعون و الأمراض هذه ما يقنت لها هذه من الله أما إذا كانت أرضية من البشر مثلا اعتداء حرب شيء هذه يقنت لها بإذن و لي الأمر أبو محمد من الشارق يقول جتني بنت و عملت العقيق لكني ما حلقت شعر يا أبو محمد شكرت الواهب و بارك الله لك في الموهوبة و رزقت برها و جعلها الله من وليد السعادة بالنسبة لحلق رأس المولودة محل خلاف بين العلماء فمن أهل العلم من يمنع يقول حلق للذكر دون الأنثى لأن هذه مثلة اللي يظهر لي و الله أعلم أن الذكر و الأنثى في هذا سواء لأن النبي عليه الصلاة و السلام حينما ذكر الغلام قال و يحلق عنه هذا التعبير الذي يأتي في القرآن و السنة المراد به الجنسي الذكر و الأنثى هذا الذي يظهر لي و هذه ليست مثلة بل هذا شعر الولادة و إزالته في مصلحة المولود فالذي يظهر لي أنه لا بأس به هو سنة ليس بواجب و لذلك لو ما حلقت ما عليك شيء و لله الحمد منه لكن بالنسبة للعقيقة سنة مؤكدة و النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابعي أبو محمد يقول هل يجوز الاستغفار و أنا على غير وضوء نعم يا أبو محمد الله يرضى عليك الاستغفار و الذكر و الدعاء كل هذا جائز حتى يعني يجائز و لو لم يكن الإنسان على غير وضوء جائز ذكر الله و الاستغفار و الدعاء أيضا حتى قراءة القرآن من دون لمس يجوز لك أن تقرأ القرآن اللي تحفظه من غير طهارة ما فيه بأس تقرأ القرآن على كل حال ما دمت أنك على غير جنابه أعتذر منك أخي محمد لأن مسألة الرؤى التي رأيتها ممكن بارك الله فيك كما أرشدتك أحمد من دبل حصن يقول الصلاة في المسجد يؤجر عليه الإنسان عفوا الصلاة في المنزل يؤجر عليه الإنسان مثل الصلاة في المسجد نعم يا أخي الفاضل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مريض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيمة وهذه بشارة لكم جميعا اللي تصلون في البيوت سواء صليت فراد أو جمع يكتب لكم الأجر بإذن الله أعتذر منكم لأني مضطر أنني أنهي الحلقة لوجود نقل مباشر بعد قليل استودعكم الله موعدي معكم غدا بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لمشاهدة هذا البرنامج يرجى تحميل تطبيق مرايا ترجمة نانسي قنقر